ويمكن اللي تكلم فيه مستر كولر المدير الفاني للنادي الأهلي مع اللعيبة على مدار الأيام اللي فاتت هو حيتكلم في ايه غير انه هو يشدد على ضرورة خود هذه المباراة بمنتهى القوة والحزم واستغلال كل الفرص واستغلال حضراتكم استغلال جمهور النادي الأهلي اللي ان شاء الله حيكونوا كلهم متواجدين ولهم مفعول السحر أنا متأكد هتقولي انت بتتكلم كتير عالجمهور لأنه أنا حسيت بالجمهور أنا شخصيا واحد من الناس اللي حسوا وأنا نزل الملعب لما كنت بلاقي لما كان بيتندح علي أو بتندح علي اسم اي حد طلعوني أنا برا الموضوع لما كان بيتندح علي اسم اي حد من من الجيل اللي كان موجود والله يا العظيم كلنا كنا بنبص البعض كده تلاقي جسمك كله بأشعر من من نداء الجماهير ليك الكلام اللي أنا بقوله ده يا جماعة والله ما بطبل اقسم بالله هذه هي الحقيقة أنا شفت الكلام ده وأنا في أرض الملعب عشان كده لما بقولها بقولها من جواي بقولها من قلبي ان الجمهور ده أنا كده روحت ساعتي بقى مش قادر والله ما عرفتش تنام من كتر القلق اللي عندك اي حاجة من هذي الأمور ما قلتش كويس اي حاجة ولكن والله والله لما الواحد كان ينزل للملعب ويلاقي هذا الجمهور ما كنتش بحس باي تعب ما كنتش بحس باي ضغط كنت بحس ان انا حاجة واحدة بس ازاي يلعب كويس عشان اقدر اخلي هذا الجمهور يبقى مبسوط فالواحد كان من جواه بتلاقي كل واحد فينا بيبص للتاني كده يلا يلا عايزين نلعب نبدأ المباراة ونكسب عشان نفرح جمهور النادي الأهل الحمد لله دلوقتي لما تيجي تبص عندنا جمهور واعي وجمهور واقف خلف فريقه بكل المقايز ايضا لما تيجي تبص على الجهاز الفني هتلاقي تبص على وشوش الجهاز الفني من شوية لما جبنا الشباب التمرين هتلاقي هناك حالة من الارتياح لدى الجهاز الفني ليه؟ بسبب تحسن موقف اللاعبين المصابين طبعا لكل الآن لانه القلق المشروع القلق اللي يخليك تقدر تطلع كل اللي جواك ولكن حالة الارتياح اللي حضراتكم شايفينها لما تبقى كل اللعبة موجودة قدامك اقتراب مشاركتهم مع النادي الأهلي خلال مرحلة الحاسمة المقبلة بعودة امام عشور الشناوي حسين الشحات شاركوا على فكرة في التدريبات الجمعية ايضا ياسر ابراهيمي اللي تعافى من الاصابة ولكن تبقى مشاركته وفقا لرؤية مستر مرسيل كولر الحقيقة الأجواء كلها تدعو للتفاول ان شاء الله بشأن تحقيق نتيجة ايجابية وطيبة امام مازنبي الكنغولي ايضا جماهير على اعلى مستوى ان شاء الله نادي بيوفر كل الامور كابتن خالد بيبو مدير الكورة في النادي الأهلي بيوفر كل الامور الادارية الخاصة بالفريق اللعبة كلها على اعلى اعلى مستوى زي ما حضراتكم شايفين حاجات كتيرة جدا جدا تقلق عدد كبير من اللاعبين خلال المباراة السابقة وخلال الفترة اللي فاتت على رأسهم وجهة نظري ان احمد عبدالقادر واحد من اللاعبين المتقلقين خلال هذه الفترة احمد عبدالقادر من اللاعبة الكويسة جدا 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 وان شاء الله يكون له دور كبير جدا جدا خلال الماتش ده وان شاء الله ان شاء الله نكسب وبعد كده نصل للمباراة النهائية ويبقى له دور سواء في هذه المباراة او في المباراة الدوري العام المصري طبعا ده هيبقى وفقا لرؤية الجهاز الفني عموما خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن احد النجوم نجوم النادي الأهلي كابتن احمد عبدالقادر ونرجع نكمل مرة تانية